اشتركوا في القناة 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 حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها امام المواطنين اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت احنا موجودين النهاردة في المبادرة بشكل مباشر لأول مرة موجودين فيها كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكل او طريق مجموعة من السلاسل التجاريين اللي بتنزل المبادرة مع وزارة الداخلية طبعا بس احنا المروات دي الأول مرة نتواجد فيها بشكل مباشر بنشارك بجميع انواع السلع الغذائية اللي هي في المجال بتاعنا وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر السلع على مدار العام وفي الزات في المناسبات زي شهر رمضان وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نتغلب على غلاء الاسعار اللي موجود عالميا دلوقتي وما بنبصش لعملية مكسب او خسارة قد ما بنبص ان السلعة لازم بتكون بتوفرة وبسعر مناسب احنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ نسعد المواطن المصري مقدمين اسعار زيوت واسعار مسل نباتي باسعار خصومات تتراوح ما بين 15 الى 25% وحيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله وتحت ما ظلت المبادرة تواصل منظومة امان توفير السلع عبر 1026 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تابع لها موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت فاضلا عن استمرارها في طرح كميات اضافية من السلع باسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين بالمناطق الاكثر احتياجا والاولى بالرعاية على مستوى الجمهورية انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ اطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية اتاحت معروضا كبيرا من كافة انواع السلع باسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية المؤسرة على اسعار السلع حيث تسعى وزارة الداخلية الى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة اختتم فريق الاهل تدريباته استعدادا لخوض مباراته ضد الهلال السوداني غدا السبت في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دور ابطال افريقيا وطالب مارسيل كولار المدير الفني للاهل لاعبيه بضرورة التركيز في مبارات الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الافريقي للفريق بعد تأجيل مبارات الجولة الاولى ضد القطن الكاميروني وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة ايجابية تساعده على المنافسة للصعود الى ربع نهاء البطولة الافريقية اشتركوا في القناة